اشتركوا في القناة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري متابعينا في الأردن أسعد الله وقاتكم بكل خير نرحبكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية منطقة العرب تدريجيا تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع مع اقتراب منخفة جوية 50 من الأراضي المصرية باتجاه منطقة بلاد الشام يترافق هذا المنخفض الجوي الخمسيني بكتلة هواية حارة نسبيا وتوقع أن تبدأ تأثيرها على المملكة اعتبارا من يوم غد الاثنين وبالتالي سترتفع درجات الحرارة ويتحول التقس ليصبح حار نسبيا خلال ساعة النهار لكن تعود وتتخفض درجات الحرارة تدريجيا اعتبارا من يوم الثلاثاء مع تحرك هذا المنخفض الجوي الخمسيني بعيدا عن المنطقة تفاصيل اكثر نستعرضها في هذه النشرة لكن لا بس نبدأ نشرتنا بصور أقمى صناعية الملتقطة خلال ساعة صباح اليوم حيث انتشرت كميات من الغيوم العالية بدون فعالية في عموم المنطقة الجنوبية وأجزاء من المنطقة الشرقية من المملكة هي ناتجة عن تأثر أجزاء من شمال غرب المملكة العربية السعودية بأحوال جوية غير مستقرة اندفعت على إثرها هذه الغيوم نتحدث أكثر حول درجات الحرارة المتوقعة خلال أيام القليلة القادمة اعتبارا من يوم الأحد وحتى منتصف الأسبوع يوم الأحد سادت أجواء ربيعية دافئة نوعا ما إلى حارة نسبيا خلال ساعة النهار لكن اعتبارا من يوم غد الاثنين تندفع عن حواء المملكة هذه الكتلة الهوائية الحارة نسبيا المرافقة للمنخفض الجو الخمسيني الذي يتحرك من الأراضي المصرية باتجاه منطقة بلاد الشام ترتفع على إثري درجات الحرارة ويتحول الطاقس يوم الأثنين ليصبح حار نسبيا في عموم المناطق لكن اعتبارا من يوم الثلاثة يبتعد هذا المنخفض الجو الخمسيني عن المنطقة ويتمركز إلى الشمال من سوريا يعمل على اندفاع لتيارات غربية ذات درجات حرارة أقل من المعتاد تنخفض درجات الحرارة بشكل تدرجي يوم الثلاثة مع بقاء أعلى من معدلتين مثل هذا الوقت من العام وتواصل انخفاضها خلال يوم الأربعاء مع استمرار لتدفق المزيد من التيارات الغربية القادمة من شرق البحر الأبيض المتوسط وبالتالي تصبح أو تعود درجات الحرارة تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة يسود طاقس غالبا صافي ترتفع درجات الحرارة مقارنة بالليالي الماضية مع اقتراب هذا المنخفض الجو الخامسين يتسجل 21 درجة مئوية كحرارة مقاسة المحسوسة 21 درجة مئوية أيضا الرطوبة حوالي 65% والرياح تكون خفيفة أسرع توقعات الجوية للعاصمة عمان خلال ثلاث أيام القادمة يوم الأثنين كما ذكرنا تتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة نسبيا ترتفع درجات الحرارة العظمى لتسجل 32 درجة مئوية أما الصغرى تنخفض ل19 درجة مئوية تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض مجددة اعتبارا من يوم الثلاثاء لتسجل 29 درجة مئوية أما الصغرى 17 درجة مئوية وتواصل انخفاضها يوم الأربعاء لتسجل 27 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى 15 درجة مئوية إلى هنا تنتين نشرتنا شكرا على المتابعة وإلى اللقاء النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري موسيقى 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 موسيقى